اليوم بالمناسبة أرسنال فاز على شلسي في الدولة الإنجليزية 3-1 محمد النني للمباراة الثانية يشارك كأساسي مع أرسنال وتقلق كبير لمحمد النني زي التقلق اللي حصل في مباراة شلسي الماضية تقلق للمباراة الثانية على التوالي كلعب أساسي في أرسنال محمد النني ما شاركش كتير مع أرسنال هذا الموسم ولكن أرتتة المدير الفني لفريق أرسنال بدأ يعتمد على محمد النني محمد النني تقلق بشكل كبير جدا هتفات كبيرة جدا من جماهير نادي أرسن لمحمد النني اليوم هتفات يستحقها تحية يستحقها محمد النني اللاعب الذي دائما يظلم من كثير من الجماهير هنا يظلم لعب مهم جدا لعب رائع جدا لعب مميز جدا يظلم في الانتقادات الدائمة دائما يتحمل كل شيء محمد النني أي لاعب مش كويس في الملب هو محمد النني طول الوقت الناس احنا شايفين محمد النين هو اللي مش كويس رغم انه هو ممكن يبقى افضل اللعبين كان هو في تشكيلة افضل فريق في كأس الامر الافريقية الماضية ورغم كده كثير من الناس ينتقدون محمد النيني بداعي احيانا وكثير من الاحيان بدون داعي محمد النيني النهاردة صنع الهدف الثالث ليه تشاكى في ديئة سبعين بعد المباراة ارتتا مدرب ارسنل حرص على احتضان النيني والحديث معه وقال انني في تصريحات بعد المباراة ان ارتتا كان بيشيد بمستوى بيقوله طول ما انت مصدق نفسك هتظهر بشكل كويس قال كمان انني انا اتضرب يوميا كايني ضمن تشكيل المباراة الاساسي ودوما اقدم كل ما املك لأكون جاهزا بصورة دائما وان ده بيساعدني على الظهور بشكل جيد ولو لم اتضرب جيدا ولو ااخذ الموضوع بمحمل الجد لن اكون موجودا في الملعب مع الفريق وانا بركز بشكل دائم مع كلام ارتتا قال كمان ان ارسن بيدي الحرية بالنسبة لسوم شهر رمضان وشكر ارسن على هذا العمر